اشتركوا في القناة يجب غصر اليدين جيدا بالماء والصابون يفضل استخدام المواد المطهرة أثناء الغسيل بعد الخروج من حضائر الحيوانات مباشرة أو عند التعامل مع الحيوانات الحية المحافظة على نظافة الحضائر وإزالة المخلفات بصفة دورية المحافظة على النظافة العامة والنظافة الشخصية وحماية البيئة من التلوث والتخلص الصحي من الحيوانات النافقة ووضعها في الأماكن المخصصة لها تناول الحليب المبستر والمعروف المصدر أو غليه قبل تناوله وطهي اللحم جيدا ذلك للوقاية من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل إلى الإنسان يفضل تحديد ملابس خاصة لاستعمالها داخل حضائر الحيوانات وعدم الخروج بنفس الملابس إلى أماكن أخرى عدم ذبح الحيوانات إلا في المسالخ الرسمية والخاضعة للإشراف البيطرين تجنب الإختلاط المباشر مع الحيوانات الحية دون ارتداء الكمامة والقفازات الواقية أثناء التعامل معها أو التواجد بأسواق الحيوانات وتجنب ملامسة العين والأنف والفم إلا بعد غسل اليدين جيدا لذا أخي المربي إذا لاحظت الأعراض التالية على الحيوانات وجود إفرازات أنفية أو مخاطية وجود أعراض تنفسية ملاحظة إصابة الحيوانات بالإسهال احرص على استشارة طبيبك البيطري أو أقرب وحدة بيطرية أو اتصل على رقم غرفة الطوارئ 800 247 4 أصفار وللتعرف على المزيد من المعلومات قم بزيارة موقع الإرشاد البيطري مع تحيات وزارة الزراعة